بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعزائي طلباء السلام عليكم نزلنا هنا نواصل مع فيديوهات القذيفة في الفيديو اللي جاز كنا شفنا الدرس درس تعرفنا على القذيفة وفي هذا الفيديو إن شاء الله لحن نحول نحل تمرين في هذا التمرين قال لك نقذف من النقطة كما شفنا في الدرس يعني نفس الشكل كرة كتلتها ميتين وخمسين قرام بسرعة ابتدائية في صفر تساوي خمسين متر على الثانية بحيث يصنع شعاه هذا هو ألفا تساوي ستين درجة هذا هو ألفا يساوي ستين درجة هنا إذن مع المحور مع المحور OX لأنها عندنا محور OX والمحور OZ أم هي أعلى نقطة بلغة الكرة يعني الذروة القمة أو الذروة هي أعلى نقطة بلغة الكرة حيث OM توجد على ارتفاع AX يساوي ستين متر ها هو AX من نحتلنا يساوي ماذا؟ ستين متر أولا المطلوب مننا حساب عمل الثقل بين النقطتين OAM وقال لك ما نوع هذا العمل يعني كما شفنا في الدرس أثناء الصعود يعني بين النقطتين OAM أي أثناء الصعود إذن أولا أي عمل الثقل عند الصعود عمل الثقل عند الصعود يعني بين النقطة O و M إذن عمل الثقل بين النقطة O و M يساوي M G M G في زاد O ناقص زاد M زاد O ناقص زاد M إذن ونلاحظ زاد O ناقص زاد M يعني زاد M كما قلنا ها هو زاد M إذن زاد M أكبر من زاد O ها ها هو زاد O أو زاد صيفر كما تحب سميه لأنه O هو المبدأ إذن راح يكون هنا عمل سالب إذن ناقص M G H ناقص M G H إذن لاحظ أنه أعطاه لنا تساوي M أعطاه لنا مئتين وخمسين غرام أي آآ تساوي المئتين وخمسين مضربة في عسر قوة ناقص ثلاثة إذن تساوي صفر فاصل خمسة وعشرون كيلو غرام أنا حولها إذن تساوي صفر أي ناقص الناقص هذاك صفر فاصل خمسة وعشرون في G G ندهاء عشرة هذا المرأ ندهاء يعني يا تدهاء تساعة فاصل آآ واحد ثمانين أو عشرة كيلما تحب تساعة فاصل تساعة وثمانين ولا عشرة مهم في الفرض ولا اختباره ما يمده هالك الشيك إذن في عشرة في عش في عش لوا ستين هاو ستين متر في ستين متر لاحظ أن الكتلة بالكيلو غرام والارتفاع يكون بماذا بالمتر إذن ستاعة تساوي تساوي مئة وخمسين يعني صفر وخمسة وثمانين في عشرة هاتين فاصل خمسة في ستين يعني مئة وخمسين جول هاي إذن لاحظ ناقص عفوا ناقص لاحظوا أن هذا العمل صبناه بإشارة ناقص إذن هذا العمل هو مقاوم إذن هذا العمل مقاوم ثانيا قالونا ما نوع الحركة على المحورين OX و OZ يعني ما نوع الحركة على المحورين OX و OZ لاحظ ما جبوا شكلنا هكذا ناقص نخدم به أنتبه إذن ثانيا أي طبيعة الحركة لاحظ لاحظ ما يا عزيز الطالب أعزي الطالب أنه في كل لحظة في كل لحظة من لحظات أي المصار تاكورا تخضع إلى قوة وحدة وهي قوة ثقالها يعني هي تخضع إلى قوة وحدة وهي إذا كانت هنا تخضع إلى قوة ثقال إذا كانت هنا كيف كيف إذا كانت هنا نفس الشيء إذا كانت هنا نفس الشيء إذا كانت هنا نفس الشيء يعني لاحظ أنه الكرة في مصارها سواء أثناء الصعود أو أثناء النزول تخضع لقوة وحدة قلنا هي قوة الثقل قوة الثقل أو قوة جذب الأرض للكرة حيث أن هذه قوة الثقل بالنسبة المحورين تكون كالتالي أي بي لإكس بالنسبة للمحور وإكس تكون تساوي الصفر وبالنسبة لمحور وز تكون تساوي ناقص أم جي أش تكون تساوي ناقص أم جي أش إذن العمل بين النقطة أو وآم أي عمل الثقل يساوي عمل الثقل أي بي إكس عن محور أو إكس زائد عمل الثقل على المحور آفون زاد المحور زاد إذن يساوي ماذا عمل قلنا عمل الثقل على المحور أو إكس يساوي صفر مناقص أم جي أش لعمل الثقل على المحور زاد إذن كما نلاحظ أن طبيعة الحركة أي العمل على المحور زاد أو زاد تكون عمل مقاوم يكون عمل مقاوم أما كما نلاحظ أن الثقل هنا لاحظ صفر إذن الثقل لا يقوم بأي عمل على المحور إكس إذن الثقل لا يقوم بأي عمل على المحور أو إكس لأنه يساوي صفر أما على المحور أو زاد قلنا في هذا العمل هو عمل مقاوم بعد بعد أثناء مرحلة الصعود الآن ثالثا لاحظ وش قالونا قالونا أحسب العمل كل بين النقطتين أو أو آن أو وآن يعني يعني العمل أثناء مرحلة الصعود يعني بين النقطة أو وآم ثم العمل أثناء مرحلة النزول أو الهبوط بين النقطة آم وآم إذن هذا العمل زائد هذا العمل عمل الصعود زائد عمل الهبوط اللي هو قالونا عليه اللي هو العمل الكلي أنتبه إذن ثالثا أثناء مرحلة نبدأ أثناء مرحلة النزول أنتبه أي أن العمل في هذا الحال أي بين النقطة آم وآم لاحظ أثناء مرحلة النزول يعني من هنا حتى لهنا يعني بين آم وآم كنا حسبنا من هنا حتى لهنا ومعذلكم من هنا حتى لهنا صح أنتبه إذن عمل قوة الثيقل بين النقطة آم آم يساوي ماذا يساوي آم جي آم جي في زاد آم ناقص زاد آن آ زاد آم ناقص زاد آن حيث زاد آم ها هي ولاحظ زاد آن ها هي لاحظ الله ألا تلاحظ أن زاد آن هي بنفسها تساوي زاد أو زاد صفر لاحظ عنده نفس النقطة أنتبه لهذا النقطة جيدا إذن ومنه تساوي هذه هي ب نقدر نقول تساوي ب زاد آم ناقص يعني هذه ب صح ومنه تساوي آم وهذه زاد آم ناقص زاد آم هي ماذا هي آش ها هي ماذا هي آش إذن تساوي آم ج آش تساوي آم ج آش أي تساوي صفر الآم هي صفر فاصل خمسة عشرين كيلوغرام في الج اللي هي عشر في الارتفاع ستين متر لحظ موجب رأي النتيجة تكون عندنا موجب إذن شعر تعطينا تعطينا مية وخمسين جول آف اللي ولا صبنا ناقص مية وخمسين صبنا عامل مقاوم المقاوم أما في هذا المرأة في الحالة هذه حالة النزول أنصب عامل محرك إذن هذا العامل عفوا هذا العامل محركا أو محركا هكذا ها الآن نأتي ونحسب العمل الكل الآن أصبح الأمر سهل جدا جدا إذن حساب العمل الكلي ها اللي هو أي العمل الكلي أي عمل القوة الثقل بين النقطة آم أو وآن يعني العمل الكلي هو قصد به من أثناء الصعود عفوا أثناء الصعود ثم أثناء النزول هذا هو شيء قصد به العمل الكلي في السؤال تعالي هنا أيذن يساوي العمل أي عمل بين النقطة أو وآن زائد العمل بين النقطة آم وآن هذه عمل الثقل القوة الوحيدة اللي رأي في الحسابة هي قوة الثقل إذن يساوي ماذا يساوي ناقص 150 وزائد 150 إذن نجد الصفر ماذا نجد نجد الصفر حتى ولو اتبعنا ما اتبعناش هذه الطريقة لاحظ لاحظ أنه لو حسبنا العمل بطريقة أخرى أي وآن بي هكذا يساوي ماذا يساوي بي أو مجي مضروبة في زاد صفر ناقص زاد آن مضروبة في زاد أو ناقص زاد آن واش تساوي تساوي الصفر زاد أو زاد ناقص زاد آن تساوي الصفر إذن تساوي بي مضروبة في الصفر ومنه سنجد الصفر يعني هذه طريقة وهذه طريقة لاحظ ونفس أي كل الطريقة تؤدي إلى الصفر أعزائي إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته